وللمزيد حول المؤتمر الختامي للمرشح الرئاسي حازم عمر ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري باسم أبو العنين نعم نحن لأننا موجودين في الصرادق المقام في مدينة تابنها هذا الصرادق الذي يقام به المؤتمر الرابع للحملة الرئاسية للمرشح لانتخابات الرئاسة سيد حازم عمر وهو مؤسس ورئيس حزب الشعب الجمهورية هذه الانتخابات الرئاسية التي تم التصويت عليها في الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد الماضيين ويبدأ الصمت الانتخابي للتصويت في الداخل بدءا من منتصف ليلة الغدى الخميس وتبدأ الانتخابات أيام العاشر والحد عشر والثاني عشر الأحد والاثنين والثلاثاء مطلع الأسبوع القادم يعد هذا هو المؤتمر الأخير قبيل الصمت الانتخابي للمرشحين للانتخابات الرئاسية انتخابات مصر الفين أربعة وعشرين على منصب رئيس الجمهورية تلك الانتخابات التي يتنفس عليها أربعة مرشحون في هذه خضون جميعا هذا السباق من أجل منصب رئيس الجمهورية من هنا من مدينة بنها في محافظة القليوبية كان لدينا هذا المؤتمر الذي حضره لفيف من أعضاء حزب الشعب الجمهوري والكثير من مؤيدي المرشح حازم عمر وأيضا من الجمهور الذي يريد أن يتعرف على البرنامج الانتخابي للمرشح فضلا عن السيد حازم عمر والذي قال كلمته الأخيرة قبيل الصمت الانتخابي كما ذكر في كلمته وبهذا تنتهي ويزدى الاستطار على هذه المؤتمرات الشعبية والآن ينتقل الموضوع إلى برمته إلى كلمة الناخبين في الانتخابات مطلع الأسبوع القادم